ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت ومما يجدر التنبيه عليه أن علم أصول الفقه لا يكون سديدا إلا إذا بني على فهم السلف الكرام فإن أعلم الناس بأصول الفقه هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الكرام ومن سلك مسلكهم من أئمة الدين فمن تعلم أصول الفقه على هذا النحو الذي رسموه لنا نجأ ومن فهم أصول الفقه وفق طريقة المتكلمين ومسلكهم فقد يكون هذا العلم وبالا عليه ولذلك تجدون أيها الكرام ممن تطاول على نصوص الكتاب والسنة وبالاعتراض والتشكيك والرد وهدمها بحجة ما تعلمه من أصول الفقه وهو في الحقيقة إنما تعلم أصولا كلامية هدم بها نصوص الكتاب والسنة فأصول الفقه هو الذي وضعه الصحابة وجمعه الإمام الشافعي رحمه الله ومن جرى وسلك مسلك هؤلاء الأئمة فأنبه أيها الكرام إلى أهمية هذا العلم وإلى أهمية أخذه من مصدره السليم السلفي النقي السالم من القضايا الكلامية والفلسفية فإن ذلك مما ذمه سلف وكرهه